عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وذلك لمتابعة ملف الشراكات الإنمائية مع مجموعة البنك الدولي تناول الاجتماع تنصيق العمل المشترك بين مجموعة البنك الدولي لدعم جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ولتشجيع القطاع الخاص وذلك من خلال الدراسة التي تجريها المجموعة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالإضافة إلى دعم برنامج التروحات الحكومية والاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولي التابعة لمجموعة البنك الدولي فضلا عن الدراسة التي ينفذها البنك لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة